يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعة قناة الاهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج التريند كالعادة أخبار وتفاصيل كثير وكواليس أكتر كمان بتخص نادينا الحبيب النادي الاهلي وأكيد حننتترك لبعض الأخبار المحلية والعالمية على مدار فقرات حلقة التريند المختلفة لكن دايما بننتظر تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة اليوم وفي رأيكم بعد انكداء المرحلة الأولى من بداية الموسم بالنسبة للنادي الاهلي على مختلفة الأسعادة سواء فريقيا أو محليا في رأيك من هو أفضل لاعب في الأهلي بعد مرور ست مباريات من بداية الموسم حننتظر تفاعل حضراتكم معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام وفي الجزء الأخير حنقرأها كالعادة لكن دايما في البداية في عنوين مهمة تعالوا نشوف في تريند الأهلي الفريق واصل تدريباته في التتش وفي التريند المحلي انطلاق المرحلة الأولى لمعسكر المنتخف أما في التريند العالمي قرعة نارية لدوري أبطال أوروبا أكيد كلام كتير جدا مهم وعنوين رئيسية هنتكلم عن تفاصيلها في أجزاء مختلفة من حلقات التريند كالعادة في تحديد حلقة النهاردة لكن النهاردة في مباراة وحيدة بس خصوصا يعني أن خلاص الجولة انتهت في بعض الدوريات في النهاردة ختام الجولة في الدوري الإسباني من خلال مواجهة مهمة ريال مدريد خارج ملعبه مع رايو فالي كانوا مباراة هتكون الساعة عشرة بالليل أكيد هتكون مباراة قوية ومهمة جدا بالنسبة للريال مدريد اللي بيحاول يحافظ على صدارة بطولة الدوري الإسباني تفاصيل كتير وكواليس أكتر هنتكلم فيها بس نروح لفاصل أول وبعد الفاصل نرجع نتكلم أهلا بحراركم مرة تانية في الحقيقة أنا عندي مشكلة ما عارش تعتبر مشكلة لها بس من بعض الأحيان كما أعرف شمسك نفسي لما في حاجة مستفزة كما أعرف شمسك نفسي بصراحة حاجة دلوقتي لسه شايفها حد بعتلي فيديو الواحد كان بيلعب في إحدى الفرق في السابق أعتقد كان بيلعب في نادي المريخي البورسعيدي السابق وكان بيستضيف واحد من لعبي نادي الزمالك السابقين القصة كلها في إيه؟ القصة كلها في إيه؟ إن دلوقتي ما فيش مطشاط فما فيش مطشاط فالناس كلها إيه؟ بتدار على أخبار فاللي بيدار على أخبار ممكن يدار على أخبار تكون حقيقية يناقشها ما فيش أي مشكلة خلص وفي البعض يبقى عنده نية واضحة جدا ومبيتة لإيه؟ للبحث عن أخبار تكون في صورة أزمات وتصدرها للجمهور اللي البعض منه بيصدق الأخبار اللي زي دي البعض منه بيصدق الأخبار اللي زي دي فييجي يقول لك إيه بقى اللي أنا شفته يعني اللي بقى ييجي يقول لك أصل الأهلي أبرم ثلاث صفقات المفروض الثلاث صفقات يكونوا في الملعب ما أنت مفروض زي كنادي أهلي بقى جايب ثلاث صفقات فأنت مختار الزبد ومفروض أن أنت جايبه عشا يلعبه في الحداشر ففي صفقة لحد دلوقتي ما لعبتش بص انت خلي بالك بص بيجيب لك الكصة منين أنت واخب بالك من الكلام ركز معاي ففي صفقة لحد دلوقتي ما لعبتش والصفقة دي عايز يمشي من الأهلي ويرجع ناديل اللي هو مصطفى سعد وانتكلمت في موضوع ده وشرحت الحراكم كل حاجة مبرح والكلام ده طبعا غير حي بالمار فبالتالي ده فشل في النادي الأهلي ودي أزمة وعشوائية في الاختيار والنادي الأهلي بيدار بالرجل الواحد اللي هو بيكون صاحب القرار والوحيد سياسة الرجل الواحد تمام؟ ده بيتكلم عن نادي الأهلي اللي التلت صفقات اللي اكتفى بيه من نادي الأهلي بس في فترات الانتقالات الصيفية أو في فترات الانتقالات الصيفية الأخيرة منهم اتنين اتنين أساسيين في الملعب بيلعبوا في الحداشر منهم واحد اللي جاب جون في السوبر وساهم في فوز الأهلي اللي هو الموقوف برونو سابيو واللعب التالت اللي ما بيشاركش ما بيشاركش عشان ايه؟ خلي بالك ركز ما بيشاركش عشان موجود في المنتخب الأوليمبي فمعسكرات كتير مع المنتخب الأوليمبي ملحقش يتمرن مع كولر فهو أكلمك على الأهلي وإن فيها عشوائية وبيدار بسياسة الرجل الواحد وقرار الرجل الواحد والكلام اللي الواحد يعني بيمسك نفسه فيه شوية يجي بقى يبص على الأندية التانية هو مش شايفها يعني لازم يدعك عينه جامد جدا عشان يشوفها هو مش شايف الأندية التانية اللي جايبين عدد كبير جدا من الصفقات وفيه منهم كتير ما بيلعبش بل كمان الأكتر من كده اللي لعب ساهم في هزايم مؤثرة للفرق التانية فين دول ماكش دعو بيهم احنا عما حنقل قيمتنا ليه بقى ونتشتن بالليل وكلام من دا لا عملناش دا ما نجيبش السيرة دي لكن الناس في النادي الأهلي الناس محترم مش حيطلعوا يردوا علينا الناس عندهم مبادئ وقيم وأخلاق فاحنا مهما نقول هم ماشيين في طريقهم مش حيردوا علينا بس احنا بقى حنكشفكم احنا حنكشفكم لما كل يوم يطلع قصة على ان فيه أزمة هنا وأزمة هنا وفيه أزمة مدفعندية تانية كتير ما حدش بتكلم عنها فانت مركز مع الاهلي ركز يا سيدي مع الاهلي بس اللي انت عاملو دا والله ما حيصر انت بقى لك سنين بتحارب وفي الاخر مش هتوصل لنتيجة انت مش هتوصل لنتيجة لعلى المستوى الشخصي ولا عشان المصالح التانية والأهداف التانية اللي احنا عارفينها كويس قوي فهو يا جماعة فيه برنامج اتنين كده من الاخر يعني انتوا عارفينهم كويس هم معمولين عشان توجهوا بعينه عشان توجهوا بعينه فدي جزئية من الجزئيات اللي لازم اعلق عليها بصراحة ما تكوش دعوه بالكلام دا واسبكم من اي واحد عامل نفسه يعني فازلوك وجامد قوي وبيقول اي كلام في اي كلام اصلا وهو عارف امته كويس جدا امته الحقيقة وما تركزوش مع حاجة من خلالها البعض بيحاول يصدر ازمة قدام جمهوري النادي الاهلي غير حقيقية وغير وقعية بالمرة الحاجة التانية وهو موضوع محمد الشنوي وبرضه مبارح واول تقريبا ناس كتير تلعت الكلمة قالت لك اصل الشنوي غضبان وعايز يعدل عقده في النادي الاهلي وفيه مشكلة كبيرة بين الشنوي المسؤولين في النادي الاهلي وهو مش مكتفئ بالعقد اللي هو بياخده وبيتكلم مع الناس في النادي وطبعا ده ليه علاقة بايه ليه علاقة بان برضه مفيش احداث في الفترة الحقيقة احنا فترة التوقف فترة التوقف وهي فترة بتبقى مملة طبعا لكل الجماهير وبعد بقى بيحاول ان هو يجتهد ويجيب شغل كويس قول بعض الاخر يقولك انا املى شغلي بقى حاجة وخلاص يا عم ورايح دماغي وللأسف الناس بتصدق وللأسف الناس بتصدق فلا فيه اي مشكلة مع الشنوي البعض من الناس بيصدقوا مش كله يعني فيه ناس عارفة كويس قوي الناس اللي بتتكلم ديه هدفها اي فالشنوي لو عنده مشكلة ولا عنده ازمة ولا طلب اي حاجة وده قائد للنادي الاهلي ولهو عنده اي رغبة هيختار التوقيت المناسب انه يبلغ بيها المسؤولين في النادي الاهلي لكن دلوقتي ان فيش اي حاجة حصلت واحد من اعلى العقود في النادي واحد ملتزم جدا وقائد حقيقي للنادي الاهلي وعنصر مؤسر جدا في منتخم مصر وشوفنا ايه فرحته الكبيرة ومساهماته الكبيرة وعودته المستوى من خلال بداية الموسم ده ومساهمته الفوز وبطولة السوبر وشناه مش محتاج ان احنا نتكلم عنه لا على اخلاقه ولا على اسلوبه المعروف بالنسبة للجميع ولا حتى على مستوى قيادته في الملعب ولا حتى على مستوى الفني احسن لعب في افريق فبرضو كل الكلام اللي زاي ده هتسمعوا منه كتير خلال الفترة اللي جاية بس ما تصدقهوش ما تصدقهوش لان الكلام مش حقيقي والغرض منه ان انت ايه تملم ساحا فدي جزئية من ضمن الجزئيات حبيت بس اتكلم معاكو حبيت بس اتكلم معاكو في البداية حاضر حاضر يا جماعة حطلع الله يفاصل حبيت بس اتكلم معاكو في البداية في الكام نقطة دول وبعد الفاصل هنرجع نتكلم على تفاصيل المران النهاردة والاستعدادات للفترة المقبلة بالنسبة للتدريبات النادي الاهلي اهلا بحراركم مرة تانية تعالوا بقى نتكلم عن الفرقة واستعداداتها للفترة المقبلة طبعا احنا في فترة التوقف ما فيهاش اي مطشط وفرصة كويسة جدا في الحقيقة بالنسبة للكولر انه هو يحاول يستكشف امكانيات اللاعبين وانا اعتقد انه هو قطع شرط كبير جدا في الوقوف على مستوياتهم وعلى امكانياتهم الفنية وعلى النواقص الممكن تكون عندهم وازاي الشغل عليها خلال المرحلة مهمة جدا وفرصة مهمة زي دي يقدر من خلالها انه هو يوصل افكاره بشكل اكبر بالنسبة للفريق عشان يظهر كمان الاهلي بشكل افضل كمان من اللي احنا شفناه مع بداية الموسم المبشر للغاية من خلال فوز في دور 32 من طول دوري ابطال افريقيا زهابا وايابا على اتحاد المنستري وكمان 3 مباراة في الدوري بتسع نقاط وكمان الفوز ببطولة السوبر على حساب نادي الزمالك في مباراة قوية جدا هناك في مدينة العنب ابو ظبي فبالتالي الانطلاق مبشرة ومميزة للغاية لكن اكيد فترة زي دي ممكن البعض يشوفها انها ممكن تأثر شوية على الفرق او انطلاقته او انطلاقة الفريق يعني والبعض الاخر يقول لك لا ده لازم يستغلها كلها احسن استغلال ففي الحقيقة الرجل ماشي في تدريباته مع النادي الاهلي بشكل مستمر بعد مبارات الداخلية ويمكن الاهلي كان ريح يوم الجمعة بس اللي فاتت 24 ساعة التدريبات بيغيب عنها بعض اللاعبين الدوليين طبعا الموجودين اعتقد هم تمانية مع منتخب مصر بخلاف علي معلول الاكيد سافر خلاص لمنتخب تونس باستعدل كاس العالم بخلاف طبعا غيابات تتعلق باصابات مختلفة سواء برونوسافيو وكهربا بسبب نزلة البرت وايضا بخلاف من تاني يا جماعة فيه ايضا عمر السلية وفيه رامي ربيعة بيواصلوا برنامجهم التأهيلي والتدريبات مستمرة ويمكن البرنامج يتغير شوية زي ما قلت لكم مبارح فيه احتمالية كبيرة انه مبقاش فيه مباراة والدية فعلا النهاردة ما حصلش اي مباراة والدية بالنسبة للفريق ودي اللقطات اللي حالكم شايفينها النهاردة من التدريبات اقول لف الصورة ده لو ترجع لنا في الصورة اللي فاتت دي كده سامير الله يبارك لك اهو وقف بقى هنا وقف مين ده اللي في الوشك ده ده مين ده اللي في الوشك ده ها ماخدين بالكم مش ده مصطفى سعد برضه ولا انا اللي مش واخد بالي مش هو ده اللاعب اللي بيقول لك اصلا هو عايز يرجع سيراميكا وكلم مسؤولين في سيراميكا ها ما هو موجود اهو في التدريبات والامور كويسة جدا ومفيش اي حاجة وانا حكيت لكم مكالمة تليفونية مع اللاعب نفسه اللي اكد لي ان كل الكلام اللي بيتقال ده يعني اي كلام فالراجل موجود الراجل اتمرن مع الكولر خمس تدريبات بس ست تدريبات بس ملحقش وست تدريبات على فترات متفرقة يعني ملحقش فاهم والراجل بيشيط بيشادة كبيرة جدا بالمناسبة كولر برضه ما علينا خلاص وضحنا القصة دي فالتدريبات هتستمر بكرة وبعد بكرة تبتدي اجازة الفرقة ياخدوا اجازة لمدة خمس تيام لحد يوم الحد اللي جاي على ما اتذكر يرجع الفريق للتدريبات عشان يستعد لتحديات المختلفة الاهلي عنده مباراة يوم السبعة وعشرين من الشهر الجاري مع المقاولين في ربع نهائي كاس مصر تعالي سنة الفات واحتمال يكون فيه مطش في كاس الربط اعتقد قبل المطش ده لست من سنين القرع اللي هتتعامل يوم تسعة فخلينا نشوف الامور ماشية ازاي لكن في كل الاحوال في برامج تدريبية وضعها الرجل اللي قدامك ده اللي في الصورة كولر المدرب جديد للنادي الاهلي وبتنفز وبتطبق بشكل جيد وان شاء الله بإذن الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي النهاردة التدريبات كانت عبارة عن هي طبعا كانت تدريبات صباحية على استاد مختار التيتش بالجزيرة وفقرات تدريبية مختلفة ركز خلالها المدير الفني الجاز فني بشكل عام يعني على المهارات الفردية للعبين والتدريب كمان على القرات العرضية والتصويب على المرمة وفي ختام المران الجماعي كان فيه تأسيمهم صغرة شارك فيها جميع اللعبين أليو ديانج طب منكم عليه بيواصل تدريباته التدريجية مع النادي الاهلي بيشارك في بعض الفقرات يعني في المران الجماعي لكن مش في كل الفقرات في التدريبات الجماعية بالنسبة للمجموعة كلها وده في إطار تجهيزه للعودة بشكل تدريجي جيد عشان إن شاء الله يكون جاهز بالنسبة لفرقة خلال المرحلة المجبلة السنائي رامي ربيعة وعمر سليا عندهم برنامج تأهيلي لسه بينفزه بسبب الإصابة احنا عارفين عمر سليا عنده إيجاد في العضل الأمامية ورامي ربيعة أعتقد عنده كدمة في الدلوع وتدريباتهم في الجم في داخل الملعب تحت إشرف طبعا الكابتن طرق عبدالعزيز أخصائي التأهيل يعني كمان ده بخصوص أخبار النادي الأهلي للنهاردة والدنيا ماشية بشكل كويس والروح جيدة جدا وحسين الشاحات أقول للناس برضو بتركز عليه خلال الفترة دي لتغطية أزمات أخرى يعني موجود وبيتمرن والدنيا حلوة وزي بفل وعشرة العشرة والأهلي اللي هو انطلق انطلقها مميزة جدا والدنيا ماشية كويس قوي يقول لك لا ده فيه مشكلة وأزمات والعيب مش عارف مالو والعيب غضان والعيب عايز يعد العقد والعيب رغم البداية المميزة دي السالة فاتت بالمناسبة الناس كانت تقعد تتكلم تقول لك اصلي فيه مشكلة فيه أزمة مش عارفة كلام من ده كان الأهلي مش بمر بأفضل حالاته حتى والأهلي بيمر بأفضل حالاته برضو لازم البعض مش بعمل طبعا البعض يخلق أزمات بس دايما قناة الأهلي هتبقى حقق الصد لمثل هذه الأمور طيب ده بخصوص تتجابات الأهلي النهاردة تعالوا بقى نتكلم شوية قبل ما نروح للتريندات المختلفة نتكلم على قرعة دوري أبطال أوروبا وقرعة كمان الدوري الأوروبي لأن فيه مفاجآت كبيرة جدا القرعة النهاردة أقيمت ونتجت عن مواجهات نارية مواجهات نارية أبرز المواجهات أه حرارتكم شايفين دلوقتي هو أبرز المواجهات من ريال مدريد وليفر بول اللي هو النهائي التعالي الأخر نسخ من جامل وينزليك اللي فاس فيها ريال مدريد على ريبر بول أعتقد كان واحد سفر يا جماعة تقريبا كان واحد سفر فالتحدي جديد لنجمينا للمصري محمد صلاح اللي توهج وتقلق مبارح قدام توتنام وجاب هدفين ممتازين بشكل رائع وبقدرات عظيمة مثل أشغر عند محمد صلاح وقدر أنه يساهم في فوز فريقه الهام جدا على توتنام في ملعب توتنام بنتيجة اتنين واحد هو اللي جاب الهدفين وكان جاب هدف توتنام هو هاري كين طبعا كابتن الفريق وأحد أبرز اللاعبين في الدولة الإنجليزية وهدف في المركز الثاني بعد هالند اللي محدش حصله عنده 18 جون هاري كين جاب 11 جون محمد صلاح مبارح أحرز هدفه السادس لكن مواجهة ربما تكون سائرية أو محاولة للسقر بالنسبة لمحمد صلاح ومحاولة جديدة بعد ما كان بالنسبة له نهاية تشامبينز ليج السادس فاتت هو أو هي المباراة السائرية بالنسبة له بعد المباراة الشهيرة اللي تصاب فيها على إيد راموس فأتمنى له يا رب بكل التوفيق رغم أن أنا مدريدي بس أنا نفسي نفسي أن محمد صلاح يقدر أنه يفوز عارية المدريد ويوصل لأبعد نقطة في دور أطار أوروبا ولعله عاست كوندي البطولة لتعود الإخفاق الواضح بشكل مبكر جدا في الدور الإنجليزي رغم أنه ممكن يبقى فيه فرص بسيء بعيد أوي يعني موضوع صعب الغاية في ظل المنافسة القوية ما بين أرسنال ومنشستر سيتي فده بخصوص الأرعة هقول لكم المباراة بالضبط لايبزيج الألماني مع منشستر سيتي بالمناسبة مباراة مستهلة لمنشستر سيتي لايبزيج من فرق قوية جدا كلاب بروج البلجيكي حيلعب بينفكا البرتغالي نواجهة في المتناول بالنسبة بينفكا ليفربول الإنجليزي طبعا مع رياه مدريد ميلان الإيطالي مع توتنا من إنجليزي وأيضا انتراخت فرانكفورت الألماني مع نابولي الإيطالي فرص نابولي أعلى ميلان و توتنا ما تقدرش تقول ممكن ميلانيا بس ممكن تكون أرجح شوية نسبة بسيطة أو الميلانيا بورسيا دورتموند الألماني مع تشيلسي تشيلسي في أسوأ فتراتهم فمتعرفش ممكن إلي يحصل إيه ممكن بورسيا دورتموند يقدروا أن هما يتخطوا تشيلسي الإنتر مع بورتو البرتغالي الإنتر أعتقد أقرب باريس سان جرمان وباير ميونيخ دي مواجهة نهرية قوية جدا مصرحة دارش تتوقع من يتأهل فيهم فمباراة دايما ممتعة في دور 16 من بطولة الدوري أبطال أوروبا على الصعيد الآخر والدوري الأوروبي ومواجهة أيضا جليزي لما تيجي تبص على برشورة منشاستو نايتد المفروض أن أنت بتتكلم عنه عندي مواجهة مثلا في دوري أبطال أوروبا ما ينفعش خالص أو ما تقدرش تتخيل أن في يوم الأيام ممكن الاتنين يقبلوا بعض في الأوروبا ليجي يعني ما تلاقش بيهم يعني اسمين كوبار تاريخ عظيم جدا في أوروبا إمكانيات ضخمة للغاية مش طبيعي أن إحنا نشوفهم في الجدوى اللي قدامنا لكن هي الظروف بقى يعني فيش حاجة بتفضل على حالها فالاتنين هيقبلوا بعض في مواجهة قوية جدا في طبعا هذا الدور بالدوري الأوروبية يوفينتوس الإيطالي حيلاعب نانت الفرنسي مع نجمينة المصري مصطفى محمد نتمنى له يا رب بكل التوفيق مواجهة قوية وصعبة بكل تأكيد سبورت انجليشبونة ببرتغالي مع ميتلند الدنماركي على فكرة ميتلند ده اللي مثله قبل كده نجمينة المصري محمد زيدان مباراة قوية لكن أعتقد سبورت انجليشبونة أقرب شاختر دونيتسك الأوكراني مع رين الفرنسي وآيكس الهولندي مع يونيون بيرلين الألماني بايرن ليبركوز الألماني مع موناكو الفرنسي شبلية البرتغالي مع اندهوفن الهولندي سالوسبرج النمساوي مع روما الإيطالي دي مباريات الدوري الأوروبي مؤكد بعد الكسر بس مش عارف انت بالزبط فده بخصوص الأوروبي خلينا نروح لفاصل سريع بعد الفاصل عندنا تفاصيل مهمة جدا في ترند الأهلي فتابعونا وحنتكلم فيها وننضح فيها حاجات كثيرة يلا أهلا بحضراتكم مرة تانية أكيد في كلام كتير في ترند الأهلي وبعض التفاصيل المهمة اللي حنتكلم عنها ونعلق عليها أول حاجة الخبر اللي قدامنا ده اليوم السابع الأهلي يلجأ لخطوة جديدة لتأثير التواصل مع سافيو ده خبر صحيش بالنسبة 100% وممكننا اتكلمت عنه في المناسبة من ثلاثة ايام كده وقلنا أن برونو سافيو الناس في النادي الأهلي يا جماعة بالمناسبة مهتمين به جدا 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 هتقول لي مهتمين به مهم أكيد مهتمين بأي لعب موجود لا الموضوع بالنسبة لبرونو سافيو مختلف شوية لأسباب كتير أول حاجة برونو سافيو جاي من قرة تانية خالص بأجواء مختلفة بثقافة مختلفة تماما عن الثقافة هنا في مصر أو عن طريقة المعيشة هنا في مصر الأجواء كلها كلها غير تمام فاللعب عشان ينسجم محتاج مساعدات كبيرة جدا عشان يتناغم وخصوصا أنه قدم يعني مستويات تقولك أن الرجل ده حيضيف للأهلي بإذن الله هو لسه مقدمش طبعا كل حاجة سأنت منشاط بس لتلعبه ساهم فيهم بشكل جيد مبشر للغاية مبدئيا الشكل كويس لكن أنت منتظر أكيد منه كتير بس لازم تساعده في نفس الوقت فالأهلي عمل أول خطوة كانت موجودة قبل كده أن الأهلي جاب مترجم خاص لي الرجل ده شغال موجود معه في كل حتة بيتحرك مع برونو سافيو في كل مكان هو رايح عايز ينزل يشتري حاجة من مكان فلاني عايز يروح هنا يخرج هنا بتاع هو مترجم خاص به بيجيد اللغة البرتغالية اللي هو بيتكلم أو بيكلمة شعب برزي طبعا اللغة الأساسية اللي عندهم فالأهلي وفر المترجم ده وبالمسبة هو موجود في الجهاز الفني في المطشاط وفي التدريبات وفي الجيم وفي أي حتة في النادي فدي خطوة مهمة ليه؟ لأن اللغة بعيد قوي يعني البرتغالي مفيش حد عندنا في الفرقة لا جهاز فني ولا لعبين بالكلمة بورتغالي خالص يعني الأخلب في الفرقة عندنا بالكلمة انجليزية يعرفوا بالكلمة انجليزية نسبة كبيرة جدا من اللعبين فبالتالي دي كانت خطوة لتسهيل يعني الأجواء بالنسبة لبرونوسافي هل الأهلي اكتفى بكده؟ لا بالمناسبة الناس مبسوطة قوي من اللاعب من انسجامه النسبي اللي ابتدى مع الفرقة من روحه الحلوة قوي قوي مع الفريق من حماسه الكبير جدا ومن أدائه هنا بتكلم ايه على الصعيد المسؤولين في النادي الأهلي وعلى صعيد الجهاز الفني بالنسبة لنادي الأهلي وحتى اللاعبين مبسوطين باللاعب يعني الخطوة الثانية اللي تخذها النادي الأهلي انه هو بيدي دروس خصوصية لبرونوسافيو دروس خصوصية في اللغة الإنجليزية دي خطوة بتحصر دلوقتي في اللغة الإنجليزية عشان لما بعض المصطلحات في اللغة الإنجليزية يقدر من خلاله انه هو يتواصل مع لعبين داخل النادي الأهلي اللي بيجيدوا اللغة الإنجليزية فبالتالي عنصر الانسجام والتناغم يبتدي يتحرك بشكل أسرع فبالتالي من المستفيد الأكبر النادي الأهلي الفرقة كلها من إمكانيات لعب نمايز زي ده لسه عنده كتير أو إن شاء الله يقدمه النادي الأهلي بخلاف أن أسرته جت والراجل مستقر والدنيا تمام هنا في مصر فلازم يكون فيه مساعدة لي بشكل أو بآخر وأنا عجبني جدا وعي المسؤولين في النادي الأهلي بكسة زي دي لو إحنا مش جبنا لعيب بقى ويلا تحط في الفرقة بقى وأنت شطرتك واشتغل بقى ومناش دعوة لا لازم هيألو كل ظروف خصوصا أنه جاي من أجواء مختلفة تماما ومن ثقافة مختلفة تماما فخطوة مميزة جدا المسؤولين داخل النادي الأهلي خطوة أكثر من رائعة فهي دي أو هو ده الخبر الصحيح طبعا اللي اتقال في اليوم السابع وإن شاء الله نتمنى لبرونسافيو خلال بفترة اللي جاية أنه هو يكون أفضل كمان من كده وإن شاء الله يستاهم بشكل أكبر مع الفرقة لما بيبقى فيه حاجة صحة جمعا بنوضح لكم بالتفاصيل ونتكلم بشكل جيد ونقول الخبر ده صحيح يعني عشان ممكن الناس تفتكر إن احنا كل الأخبار مجبعا لازم نقول نها غلط لا طبعا فيه حاجات تبقى صحية وفيه ناس تكتهد وبتتعب وتجيب خبر مية في المية صح يعني فنحييهم طبعا الواترين سبورت وبيتكلمه ده حسامه على تويتر بيتكلمه على إن كولر يسعى لتطبيق القرار بشكل رسمي إيه هو القرار إيه بقى هو القرار تعال نشوف ده الحساب الرسمي الواترين سبورت على تويتر كتب وإن مارسل كولر يفكر في تغيير مركز حسين الشحات لعب الفريق إلى مركز الظاهير الأيبة بدل من الجناح خلال فترة مجبلة بعد تقلق كريم فؤاد خاصة في الزل وجود طاهر بس طاهر بيلعب الناحة التانية والجنوب لو إحنا بنكلم عن حسين الشحات بيلعب وينج رايت يعني ده مكانه الأساسي والجنوب إفريكي كمان بيرسي تاو بيلعب في نفس المكان ده فطاهر بره الحزبة دي فقال لك أن فيه تفكير في الجنز الفني أنه يلعب كظهير قيم إحنا عندنا أكرم توفيق موجود محمد هاني موجود في كريم فؤاد بيجدها لو طبعا دي واجهة نظر فنية أن حسين الشحات يلعب في المكان ده فهو لاعب فيه قبل كده كتير جدا مع مصر المقصة فبالتالي يقدر يضيف فيه طبعا فدي حاجة ترجع للرؤية الفنية وفي القائمة على مواسم سابقة كان أيضا مؤثر بشكل كبير جدا نتمنى له يا رب دايما التوفيق والأمور من نسبة له والله مستقر نروح للمصر الرياضي وكلر يطلب ضم ثلاث لعبين للأهل اتعرف على مراكزهم طيب حلوة قوي ده برضو خبر من الأخبار المهمة اللي ممكن نعلق عليها بشكل مفصل وبمعلومات وبإيه بمعلومات أول حاجة هل كولر اتكلم مع المسؤولين في النادي الأهل وعقد اجتماعات طلب من خلالها تدعيم بعض المراكز هيا حصل كاملة ما حصلش لحد اللحظة دي لحد وأنا بتكلم معك كده ما حصلش أي نوع من أنواع الاجتماعات ما بين كولر والمسؤولين في النادي الأهل ولا حتى مدير إدارة التعاقدات في النادي الأهل هل ممكن يكون هو عايز أكيد هيكون عايز تدعيمات ما فيش مشكلة مش ده مش تقليل من النادي الأهل على قد ما هو أو مش تقليل من العناصر الموجودة طبعا عناصر سوبر عندنا على قد ما أنت لازم كفريق بطل بتنافس في كل المباريات وفي كل البطولات ووارد تتعرض لظروف مختلفة فلازم تأمن نفسك فأكيد الرجل هيكون ليه رؤية إنت هيحصل أو إنت كولر هيبلغ رؤيته أنا بقولك بالضبط هيبلغ رؤيته للمسؤولين في النادي الأهل عن كورة عشان يتحركوا في التجاهل تعاقدات مع نهاية الشهر الحالي الشهر اللي إحنا فيه ده شهر 11 هيبقى فيه اجتماع في آخر الشهر مع كولر والناس في النادي هيقول مطالبه أو طلباته والناس تبتدي تتحرك هل الناس نايمة في النادي مش مجاهزين نفسهم لا مجاهزين نفسهم بأسماء بلعبين في مراكز مختلفة وإنت مستر كولر اللي إنت هتقول عليه إحنا هنتحرك ونحاول نوفر لك الطلبات بتاعتك لكن لحد اللحظة اللي إحنا فيها دلوقتي مفيش أي اجتماعات حصل أديك دليل على كده إن كابتن محمود الخطيب أصلا مسافر بالمناسبة كابتن محمود الخطيب كان مكرر إنه يرجع بقرة اللي هو بقرة يوم 8-11 العودة تأجلت يعني لسا مستمر لأنه في بعض الفحصات الأخرى اللي حيعملها بالمرة وهو هنك ويرجع يوم 14 بالتحديد إن شاء الله تعالى فكابتن محمود الخطيب مش موجود وما حصلش أي اجتماع على لجنة تخطيط ولا لجنة كرة ولا أي حاجة مفيش أي اجتماعات حصلت فبالتالي مفيش أي طلبات طلبها كل لكن ممكن هو الراجل في حساباته حاطت في دماغه وكده حاجات معينة عايز يطلوبها لكن دلوقتي مش هيحصل هيحصل معناهية الشهر المجل عشان بقى أراركم الخبر هم بتكلموا عن أن الراجل يعني عايز رقم 9 مركز في مهاجم وواحد في مركز 8 اللي موجود في حاليا عمرو السولية بس وبالمناسبة مش شرط ليه؟ لأن عمرو السولية اللي هو اللاعب الوحيد اللي بيمثل مركز 8 هو أصلا موجود بس بعض المباراة ما شاركش لأن بيعتمد كولر على 2 مركز 6 اللي هو مديانج وحمدي فتحي في طريقة 4-2-3-1 لكن برضو لو هو طلب دي حاجة ترجع له اللي كان عندنا لعبة كمية كبيرة جدا زي عمرو السولية المركز الثالث بيقولوا قلب الدفاع لحد شهر 9 اللي فات وبداية شهر 10 ما كانش فيه أي نية موجودة عند المسؤولين في النادي الأهلي أن يدعموا أي مركز في الخطوط الدفاعية هل النادي ممكن تتغير تبقى لرؤية كولر الله أعلم ده اللي حيبان بعد آخر الشهر ده مع بداية الشهر الموجبل على طول الأمور زي دي بان فإحنا برضو بنحاول نحط حضراتكم في السوريين بيتكلموا أنه هو الرجل مش مجتنع ببقية المدافعين بخلاف متولي ومحمد عبد المنعم ده مش حقيقي بالمر بالمر يعني فده أو ده خبر مهم جدا تعالوا نروح لخبر آخر وده من خلال كورر 11 وحسومهم على تويتر وبتكلموا على أن كولر منح الدوء الأخضر الأهل يقترب من التعاقد مع هدف الزمالك بالمركاتو الشتوي دي عناوين بتبقى مسيرة شوي اللي هو إيه بقى تعالوا نقرأ الخبر قالك أن كولر طلب التعاقد مع اللعب عمر فايد اللي هو مدافع المقاولين العرب وأن عمر فايد ده كان دبن اهتمامات الزمالك من أجل تدعيب من خط الدفاع بعد الغياب التويل اللي ممكن يبقى ما بين أربع شهور لست شهور المحمود حمدي الوينش نتمنى له يا رب الشفاء العاجل اللعيب مهم في منتخبنا الوطني للنادي الزمالك فهو غايب فما بيفكروا إن هم يدعموا تبقى المكتوب في الخبر بعمر فايد الأهل يدخل في المفاوضات مع المقاولين العرب عشان يحسم الصفقة وبيقول لك المقاولين طلبوا 15 مليون كل الكلام ده يا جماعة غير رسمي وما حصلش فيش أي حاجة بدليل اللي احنا قلناه في الخبر اللي فات وعلقنا عليه لحد دلوقتي ينفيش أي حاجة من الحاجات دي إطلاق خالص يعني فده بخصوص عمر فايد وخبر اللي انتشر برضه على السوشيال ميديا تعالوا نروح لخبر آخر يقترب جدا من الصحة وهو خبر بيتعلق بسلاسي النادي الأهلي أو سناء النادي الأهلي محمد محمود وزياد طارق وإن ده طبعا سبورت ري سيكستي على تويتر حسامهم كلمة عن أنهم تلقوا ثلاث عروض للرحيل في يناير على سبيل العارة لمدة مزهوم ده طبيعي في عروض أكيد للسناء اتنين بكيما كبيرة جدا فنية يعني ما تيجي تتكلم عن الحمد محمود لعيب حظه سيء قوي لكن إمكانياته حاجة جبار يعني لو جاهز يفرق مع أي فرقة خصوصا معنا كمان يعني طبعا الرؤية بتاعت كولر الله أعلم إيه اللي ممكن يحصل وإيه المسجدات اللي ممكن تجد فبالتالي زياد طارق كمان نفس القصة زياد طارق لعيب موهوب جدا وشفنا مع النادي الأهلي ممكن عنده بعض يعني النواقص اللي حابب أو اللي لازم يشتغل عليه خلال فترة جاي ربما من خلال الأعارة يقدر يستفد بشكل أكبر بالتالي الإفادة دي تعود على الفرقة فيما بعد بعد عودة اللاعب فبيقولك فيه عروض من فيوتشر طلاعي الجلش التحاد السكندري طبعا أكيد فيه عروض بغض النظر عن الأسماء لكن ننتظر لي يناير ونشوف إيه القرار النهائي الخاص بهذا السنائي المميز ده بخصوص تريند الأهلي أكيد وضحنا لحضراتكم كل التفاصيل والأخبار اللي ممكن حضراتكم تكونوا بتسألوا عنها خلينا نروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل لاستنوني يلا طيب تعالوا نروح لتريند المحلي ونشوف الأخبار المهمة والأكيد بتتعلق بممتخبنا الوطني اللي عنده مواجهة قوية جدا مع المنتخب البلجيكي وماتشا هيكون حلو يعني فليمتدي بالوطن سبورت ويكلموا عن المرحلة الأولى من معسكر المنتخب تشهد تواجد اللاعبين المحليين لو الصور موجودة جماعة يبقى حلوة أو استقبال فيتوريا للعيبة بتاعت المنتخب ويكلموا عن المعسكر فيه مرحلتين مرحلة الأولى هتبتدي من النهاردة لغاية يوم 11 وبعد كان مرحلة ثانية من يوم 13 ليوم 18 والمرحلة الثانية اللي حتى هتواجد اللاعبين المحترفين اللي هو صلاح بقى ونيني طبعا هنقول له الحمد لله على السلامة اللي بنافس السنة دي عده الانجليزي نتمنى له عرب كل التوفيق وفي من ثاني بقى مصطفى محمد حجازي الناس كلها يعني فالصور طبعا هي قدامكم على الشاشة وشفنا الصورة اللي فاتت طبعا لعب فاركو محمود حمادة وادي سلاسي الاهلي أقرى ومؤفشة وطاهر وادي جازفاني محمد عبدالقادر كمان واستقبال ومكان النهاردة وادي محمود علاء لعب الاتحاد السكنداري عدد من اللاعبين المميزين الموجودين ادي عمر السيسي كمان موجود يعني استقبال فيتوريا كنت اتمنى عواد برضو كنت اتمنى السور تبقى فيها احترافية اكتر من كده امام عشور نجم نادي الزمالك وادي برضو اللاعب مروان عطية من اللاعبين المميزين جدا 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 اه يعني بتكلم على الاتحاد القورة بصراحة لازم السور تتنشر تبقى شكلها احسن من كده السورة يعني مش عارف ليه مزومين او يعني لكن في كل الاحوال الاستقبال الراجل لللاعبين اكيد ده امر طبيعي جدا في بداية المرحلة الاولى من المعسكر الحالي بالنسبة للمنتخب نتمنى لها الرب بكل التوفيق بغض النظر عن علامات الاستفاهم الكتيرة اوي اوي اللي موجودة بخصوص الاختيارات والاستبعادات نتكلمنا فيها خلاص لكن خلينا يعني نساند الراجل نتمنى له رب كل التوفيق تعالى نروح لخبر اخر ده من خلال كمان ايه من خلال حساب الاتحاد المصري لكرة القدم على تويتر وفيتوريا استقبال لعب المنتخب في اليوم الاول معسكر كلمنا خلاص عن الموضوع ده ودي صور وعرضناها واللعيبة كلها مميزين ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق سلبية مسحة منتخب مصر الاول استعداد المعسكر نوفمبر ده برضو من حساب الرسمي لاتحاد القرى المصري يعني بعد المسحة الاتعامل الطبيعي الفترة دي فيه نزلات برد كتير ممكن بعضها يكون كورونا بس خلاص كله اختلط ببعض الموضوع الحمد لله أبسط من زمان ربنا يشفي الجميع ويعافي الجميع عرب ويسلم فالحمد لله لكل سليم قبل انطلاقها زم وعسكر طيب بطولات واحساها على فيسبوك بيقولك ان فيتوريا بيحمل اتحاد القرى مسئولية فشل اقامة ودية نوفمبر التانية لو الكلام ده صحيحي فانت مستر فيتوريا لسه ما شفتش حاجة احنا لسه بنتدي ففي كل الاحوال الله أعلم الخبر صحيح ولا لا بس نبقى للمكتوب يا احنا نعلق المكتوب ان فيتوريا رغب في ان يكون في مباراة اضافية قبل مطش بتاع احنا كنا عارفين الكلام ده قبل مطش بتاع بيل جي كان يوم 18 الرجل كان عايز يبقى فيه مطش مثلا يوم 14 ولا حاجة فالتحاد القرى قال لك وقف على مبلغ 250 الف دولار من اجل الموافقة على اللعب ودية مع منتخابات مختلفة وده اللي قدأ الى فشل وصول الاتفاق فبالتالي المباراة الوحيدة بالنسبة للمنتخب في المعسكر المطول الحالي هي مباراة بل جي ففي كل الاحوال لو ده شيء يغدب فيتوريا ممكن يكون عنده حق بصراحة لكن نروح لحساب كورة 11 على فيسبوك بعدما كان ورقة كيروش الرابحة بيكلمه على لاعب بعينه يعني ان الرجل فيتوريا فيتوريا خلال الفترة اللي جاية هو جايب طبعا معسكر ده ونحن بنكلم التحديد عن عمر كمان عبدالواحد بصراحة أبرز اللعبين في مصر في مركزه الرجل بيجي دي لعب اما باكرايت اما جناح ايمن يعني فالرجل ممتاز فهو بيقول لك كان كيروش بيعتمد عليه وهو اللي اكتشفه وساهم فعلا مع المنتخب في الوصول للدور النهائي او المباراة النهائية في بتكاسل أمم الأفريقية مكننا شمفقين قدام سنغال ضربات الجزاء ففيتوريا برضو بيفكر فيه ويمكن عناصر لعبي او لعبي فيوتر وبيراميدز مش موجودين لانهم عندهم طبعا مباراة في الكنفيدرالية لكن اكيد بعد انتهاء المباراة دي حيكونوا موجودين مع المنتخب ضمنهم عمر كمال عبدالواحد اللي بيشيد بي جدا فيتوريا تبقى للخبر ده كان الترند المحلي ناخد مشاركات حضراتكم وإبراهيم أبو زعيمة احنا نتكلم على مين افضل لعب في الاهلي في أول ست مطشط من الموسم قال مساء الفل عليك يا أمير عبدالرحمن العربي قال لك هناك أكثر من لاعب أكرم كريم أليو ديانج سافيو محمد عبد المنعم محمود متولي وغيرهم والله الناس كتير بصراحة قدوا بشكل كويس من بداية الموسم يوسف الشيخ قال لك كريم فؤاد وأكرم توفيق حلو نروح لحسني إهاب قال رأي رجوع الروح للفريق وكلهم رجالة بس لو حنقول النجم البارس يعني طاهر وكريم فؤاد بصراحة برضو طاهر امتدى بداية قويسة جدا وليد رجب راجد ماشي الحقيقة كتير حيكون في ظلم لو اخترت اللعب واحد كولر أحلى صفقة مرافو والله وليد ماشي داليا الكابتانو أخي بتعليق معنا أحسن لاعب في المرحلة الأولى مع الأهل وحمدي فاتحي والحقيقة طاهر وديانج وكريم فؤاد أيضا من ضمن الأفضل وبنشكر مستر كولر لظهور اللعبين في أفضل حال والقادم أفضل إن شاء الله بإذن الله يا داليا وديكم شايفين يعني كم اللعبين اللي ظهروا بشكل كويس خلى فيه حيرة عند الجماهير ومتابعين في اختيار الأفضل فيهم احنا الحمد لله فرقتنا كلها كانوا كويسين في بداية الموسم سواء اللعبين بشكل يعني كامل كل اللي لعب بصراحة قد بشكل كويس جدا وكمان مستر كولر اللي بدايته أكثر من رائع مع الفرقة الأهم الاستمرارية إن شاء الله خلال الفترة الجاية وعقب عودة المسابقات المختلفة ده كانت فعل حضراتكم دي كمان كانت حلقتنا النهاردة من الترينج استنونا في حلقات أخرى جديدة من نفس البرنامج بإذن الله تعالى الى اللقاء